استضافت مصر الاجتماع الثلاثي الخامس لوزراء دفاع مصر وكبرص ويونان لبحث علاقات التعاون العسكري المشترك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والكبرصية واليونانية وأوضح المتحدث العسكري أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات والقضايا التي تمث المصالح المشتركة للدول الثلاث استضافت جمهورية مصر العربية الاجتماع الثلاثي الخامس لوزراء دفاع مصر وكبرص واليونان لبحث علاقات التعاون العسكري المشترك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والكبرصية واليونانية حيث تناول الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا التي تمث المصالح المشتركة للدول الثلاث وعقد القائد العام للقوات المسلحة لقاء ثنائيا مع السيد خار لمبوس بيتريديس وزير الدفاع القبرصية تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين كما عقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لقاء ثنائيا مع السيد نيكولاوس بانايو توبلوس وزير الدفاع اليوناني تناول اللقاء استعراض الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة ونعكاستها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وشرق المتوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكل البلدين أعقب ذلك بدء فعليات الاجتماع الثلاثي بكلمة افتتاحية للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد خلالها على أهمية دعم سبل التعاون والشراكة بين مصر وقبرص واليونان بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط مشيدا بالتعاون المثمر الذي تشهده العلاقات المصرية القبرصية اليونانية خلال الآوينة الأخيرة بما يدعم توحيد المفاهيم تجاه كافة القضايا التي تمس المصالح المشتركة للدول الثلاث وأكد وزير الدفاع القبرصي خلال الاجتماع على أهمية استمرار التنصيق بين مصر وقبرص واليونان لدعم العلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون ولا سيام في المجال العسكري والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل منهما فيما أشار وزير الدفاع اليوناني إلى أهمية الاجتماع وما خلص إليه من نتائج تعزيز المصالح المشتركة كما أعرب عن تقديره لدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط وفي ختام جلسات المباحثات وفعليات الاجتماع تم توقيع بيان مشترك في إطار مساعي القوات المسلحة المصرية والقبرصية واليونانية لدعم علاقات التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية من أجل مواجهة التحديات والتهديدات ودعم سبل السلام والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط وعلى هامش الاجتماع تم تنظيم مؤتمر صحفي لوزراء دفاع مصر وقبرص واليونان وذلك في إطار عرض نتائج الاجتماع وجلسات المباحثات التي تهدف إلى دعم علاقات التعاون العسكرية بما يلبي المصالح المشتركة للدول الثلاثة وقد تضمنت فعليات المؤتمر استعراض كل من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد خارلمبوس بتريديس وزير الدفاع القبرصية والسيد نيكولاوس بنايو توبلوس وزير الدفاع اليونانية للجهود المبذولة بما يدعم ركائز الأمن والاستقرار بمنطقة شرق البحر المتوسط فضلا على تتويج التنصيق العسكري المصري القبرصي اليوناني المشترك بأقصى درجات التفاهم الذي أدى إلى توحيد الرؤى تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر